في بعبدة تكهربت جلسة مجلس الوزراء بطاقة فاقة 850 ميجاوات التي يسعى لبنان لتوفيرها كحل موقت فعلى جدول أعمال الجلسة العادية مرر عرض وزارة الطاقة بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها لإنقاذ قطاع الكهرباء وهذا التقرير الذي وضعه وزير الطاقة سيزار أبي خليل على طاولة مجلس الوزراء يتضمن 13 بند أولها معمل دير عمار فطير هذا الملف الجلسة قبل الوصول إلى الملف الأزمة وهو ملف استئجار البواخر وفق معلومات الجديد طرح وزير الطاقة ملف معمل دير عمار فوصفته مصادر وزارية بالمستفز وعلى الأثر طلب الوزير مروان إحمادي تأجيل بحث الموضوع أسر أبي خليل على استكمال الملف وفتح إشكالية التفاءة فتدخل الوزير يوسف نيانوس طالبا عدم إثارة المشكلات والعودة إلى الوراء باعتبار ذلك لا يفيد في حل الكهرباء الذي وجب التقدم به عرض رئيس الحكومة حلا يقضي بتفويد وزيري المال والطاقة التفاوض مع الشركة لنقل العقد من عقد استجرار الكهرباء إلى عقد بي أو تي أي أن تتكفل الشركة الأجنبية بإنشاء معمل دير عمار على نفقتها وتبيع بدورها الطاقة للدولة اللبنانية أصر وزير الطاقة على بث ملف التفاءة نتيجة الحملات الإعلامية التي شنت في وجه وزارته اعترض الوزير خسان حسباني وحاول الوزير سليم جريصات تهديئة السجال لعدم إثارة الأزمات قبل الانتخابات صمت الوزير علي حسن خليل بداية تحول إلى سجال حصر بينه وبين الوزير جبران باسيل ففي حين رفض خليل اقتراح الرئيس الحريري ضمه إلى وزير الطاقة لإجراء المفاوضات أكد وزير المال أن وزارته لا شأن لها في رفض التفاءة راميا بكرة عدم السير في قرار الهيئة العامة لديوان المحاسبة في ملعب الحكومة مجتمعة إذا أرادت السير في مشروع دير عمار فأنا ألتزم قرار الحكومة سأل الرئيس ميشيل عون كيف يمكن دفع التفاءة من غير معرفة مصدر المال رد الوزير باسيل أن موضوع التفاءة واضح وهو جرى في عهده في وزارة الطاقة مشيرا إلى أن بعد 17 شهرا من الموافقة بقرار ديوان المحاسبة الأول أثير موضوع التفاءة وصدر قرار ثاني قضى بوجوب حذفها من القيمة الإجمالية فرد خليل على باسيل مشكلتك مع ديوان المحاسبة وليست معي فسأل باسيل هل كل هذا الموضوع كي نتهم نحن بسرقة التفاءة أجاب خليل أنا لم أتهم بسرقة التفاءة أنا قلت أنني أقوم بتنفيذ قرار الهيئة العامة لديوان المحاسبة فرد باسيل نحن لا نعرف أن نسرق التفاءة فأجاب خليل تعرفون أن تسرقوا العقد لا التفاءة أنتم محترفون في السرقة استشاط باسيل غضبا ورد أنتوا عم تقولوا عننا هيك إذن أنتوا شو بتعملوا؟ ضجت بعد ذلك قاعة مجلس الوزراء بسجال حاد شارك فيه أغلب الوزراء ما استدعى تدخلا من رئيس الحكومة سعد الحريري برفع الجلسة خلاف الكهرباء هذا سبقه وآمن وإجماع لبناني على رفض استباحة العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية من خلال استخدام أجوائها لاستهداف دولة عربية وندين هذا الاعتداء بشدة ونستنكره وسيرفع لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي في شأنه موقف الرئيس عون عقبه موقف من الرئيس الحريري في الأوضاع الإقليمية قائلا نعمل لتحييد لبنان من أي مشكلة يمكن أن تصيبه من جراء التوترات الإقليمية رواند أبو خزام قناة الجديد